المشاهدين ننسي بحضراتكم دلوقتي مع مجز لهم وآخر الأنباء مع لم يتفضل يلم شكرا لك فساند التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة إلى إزالة كافة المعاوقات أمام المستثمرين المصريين والأجانب للاستفادة من كافة الفرص التي تتيح زيادة الانتاج والحد من الاستراد وزيادة التصدير وخلال افتتاحه مجمع مصانع انتاج الكوارتس بالعين السخنة أضاف الرئيس السيسي أن الدخل الاستثمارات يزيد لإنتاج والتصدير ويخفض فاتورة الاستراد ويوفر فرص عمل جديدة كما أكد الرئيس السيسي أن كافة المشروعات التي تفتتحها الدولة سيتم طرحها في البرصة المصرية لإتاحة فرصة استثمار جيدة للمصريين مشيرا إلى أن الدولة تشجع المستثمرين على المشاركة في كافة المشروعات سواء بالعمل بمفردهم أو العمل مع الحكومة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ما يحظى به القطاع العقاري من اهتمام من جانب الدولة باعتباره أحد القطاعات المحورية للاقتصاد المصري وخلال اجتماعه بعدد من المطورين العقاريين لمناقشة وبحث سبل دعم القطاع العقاري لفت مدبولي إلى أن هذا القطاع يعد من القطاعات كثيفة العمالة والتي تسهم في توفير فرص العمل وتناول رئيس الوزراء جهود الدولة لدعم وتنمية القطاع العقاري في إطار تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع الحيوي قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال مارك ميرلي أن روسيا لن تحقق نصرا عسكريا في أوكرانيا مضيفا أنه من غير المرقح أيضا أن يتم دحر كل القوات الروسية في الوقت القريب وجاءت تصريحات مالي في ختم اجتماع افتراضي مع عشرات الدول الداعمة لأوكرانيا حيث أوضح أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية لروسيا ومنها الإطاحة بالحكومة في كييف لا يمكن تحقيقها عسكريا أعلن التوزيرة الدفاع الكندية أنيتا عناند أن بلادها ستزاود أوكرانيا بصواريخ جو جو بجانب توسيع مجموعة المدربين الطبيين الذين يجرون تدريبات للجنود الأوكرانيين في بولندا كما أضافت عناند أنه منذ منتصف ما يتم تدريب صغار الدباط الأوكرانيين بشكل مشترك من قبل مدربين من كندا ولتافيا كجزء من عملية يونيفير في لتافيا قال البيت الأبيض أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها ليس أمرا مطروحا للنقاش لفتا إلى أن المحادثات تتركز على ميزانية البلاد وأضاف البيت الأبيض أن المفاوضين المكلفين من الرئيس الأمريكي جو بايدن أجروا محادثات مثمرة بشأن صقف الدين مع الجمهوريين ورياضيا حقق فريق منشستر يونايتد انتصارا كبيرا على ضيفية شيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية وثلاثين للدور الإنجليزي الممتاز وحسم منشستر يونايتد بهذا الانتصار تأهله بشكل رسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعدما ضمن التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في جدول الدوري ورفع الفوز رصيد من يونايتد إلى اثنين وسبعين نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب فرق البريمير ليج فيما تجمد رصيد البلوز عند ثلاثة وأربعين نقطة في المركز الثاني عشر مشاهدين انتهى الموجز التاسع